فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص عملت جدل كبير الساعات اللي فاتت وخلت المواطن الفقير بيسأل وخايف ما يلاقيش مكان في المستشفى أو يلاقي صعوبة في العلاج علشان الأسعار ممكن تغلى عليه الحكاية يا سيد ابتدت لما الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قدم للحكومة نتيجة الاستثمار في قطاع الصحة والشراكة مع القطاع الخاص وأن الشراكة دي بتفرق في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية زي مستشفيات المعادي وهليوبلس والعجوزة والشيخ زايد النهيان وأورام دار السلام وزير الصحة بيقول إن الشراكة مع القطاع الخاص الهدف منها مصلحة المواطن وهي في إنه ياخد خدمات وزارة الصحة فأفضل شكل ممكن ومن هنا طالب إنه ممكن يكون فيه مشروع قانون يسهل من ناقل إدارة المستشفيات من إدارة الحكومة للقطاع الخاص على الناحية التانية نقابة الأطباء طلعت وأعلنت رفضها تماماً لفكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأمين العامل نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي اتكلم هو كمان وقال مفيش ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات اللي هتروح للقطاع الخاص لا للطقم الطبي ولا الإداري طبعاً وزارة الصحة ما سكتتش والوزير رد عليهم وقال إن الدولة نقشة المتخصصين والمسؤولين والخبراء ومجلس النواب والموضوع مش جديد والمواطن مشترف في المعاضلة خالص وعمره ما هتأثر بالشراكة مع القطاع الخاص بالعكس ده لما هتتم هتتقدم خدمة عالمية للمريض وده من غير ما يدفع أي زيادة الوزير يتكلم كمان على فكرة الشراكة مش معناها إن الوزارة فشلة في الإدارة هي عايزة تقدم خدمة أحسن ومتميزة للمريض والموضوع مش الهدف منه المتاجرة في المستشفيات والربح وخلاص الفكرة في خدمة المريض وبس الفكرة بقى إن الموضوع لسه بيدرز ما فيش أي قرار رسمي طلع من أي جهة رسمية أو حكومية وده زي ما احنا متعودين أي حاجة بتخص المواطن الحكومة بتطلع بتقولها بشكل رسمي وده اللي حسم الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خرج يتمن المصريين وقال الموضوع لسه بيدرس بعناها شديدة على كل المستويات والأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن علشان يتقدم له رعاية صحية كويسة الحكومة دلوقت اللي شاغل بالها توفير عدد مناسب من الأماكن الصحية جنب اللي موجود في المؤسسات الحكومية ومش بس كده كمان بندرس الاستفادة منها مهما كانت هي ايه وده اللي شفنا السنين اللي فاتت في كتير من المبادرات زي مثلاً تطبيق قانون التأمين الصح الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأوراق بس كده انت إيه رأيك في مقترح تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص؟ اشتركوا في القناة